بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اليوم الأحد الثاني عشر من شهر ربيعين الأول 1446 للهجرة الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر 2024 ميلادية وأسأل الله لكم التوفيق والسداد هذا اللقاء تعتبر الثاني أو الثالث في كتاب أو فقه الأطعمة الذي يتحدث عن المحرمات المحرمات ومر معنا أيها الأحبة أن المحرم الأول ما نص الشارع على تحريم ضرره أنه ضار وهذا يرجع إلى أهل الطبي والعرفي في تعيينه وكذلك الأطعمة المستقذرة وكذلك الأطعمة المملوكة للغير وكذلك الأطعمة التي تسبب الإسكار أو الأطعمة النجسة أو الميتة أو الدم المسفوح أو ما خرج من الحيوان الطاهر أو النجس أو لحم الخنزير أو ما أهل لغير الله به أو ما ذبح على النصب أو الميتة المنخنقة الموقوذة المتردية النطيحة ما أكل السبع ما قطع من الحيوان المأكول وهو حي واليوم معنا أيها الأحبة بداية الحمر الأهلية والمقصود بالحمر الأهلية ما نعرفه نحن بحيوان الحمار الذي يستخدم جلكم الله سواء في نقل المتاع أو يستخدم مثلا في الحراثة أو يستخدم في الحرث أو يستخدم في حمل الأثقال أو نقل المسافرين والحمار أجلكم الله يعني من الله به على الإنسان ليساعده في أمور حياته هو الآن بما يقوم بمقام الشاحنة مش مقام السيارة فقط مقام الشاحنة التي تنقل المتاع وتشيل وكذا وأهل القرى يعلمون ويعرفون أن الماء الذي ينقل مثلا بالدبى والدل أو شيء قد يرسل الحمار هو يعرف يذهب الحمار إلى مجرى المياه من بعر أو شيء وإذا أحد هناك يقوم بالتعبئة ويرجع إلى البيت ويظل ذاهب راجع ذاهب راجع يعني يقوم بخدمة كبيرة للإنسان هذا الحمار جاء الأمر أو جاء تحريم أكله جاء تحريم أكله الذي يركب ويتربى لخدمة الناس فأكله حرام ولو توحش ما يعني ولو توحش يعني لما يأتي إنسان فيقول أريد أن أصيد حمارا يعني أهليا لكنه ليس مملوك لأحد وجدته مثلا في الصحراء فأريد أن أصيده لكي أذبحه وأكله لا يجوز أيضا لا يجوز يعني لا يجوز تذكيته ولا يجوز صيده فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى يوم خيبر في غزوته الأخيرة في خيبر عن لحوم الحمر الأهلية عن لحوم الحمر الأهلية وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال أصابتنا مجاعة أو أصابنا مجاعة الليالي خيبر يعني الحديث توضح بعضها بعضا فلما كان اليوم يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور الرسول عليه وسلم أخبر الصحابة أكفئوا القدور يعني كبوها أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فهذا في دليل قاطع على أن لحوم الحمر الأهلية محرم لا يجوز أكله الثامن عشر أيها الأحبة كل ذيناب من السبع هذا النص جاء نهى النبي عليه الصلاة والسلام هنا عن كل ذيناب من السبع الآن عندنا إشكالية أن في بعض الحيوانات نحن حتى البشر عندنا أنياب فهل يقاس كل ذيناب من السبع أنه يتغذى على اللحم أم أنه يمزق اللحم أو ينحشها فمن هذا الخلاف جاءت الخلافات في المدارس الفقهية في بعض الحيوانات هل نأكله أم لا نأكله هل هو المقصود فقط ما أكل اللحم سبع أكل لحما أم أنه يستخدم نابه في العض أو في الصيد أو في شيء مثل القرد قرد منهم من يأكل اللحم ومن يأكل الفواكه أو الشجر أو القصب وهكذا فلنحكم بجوازه أم ليس بجوازه فعندنا إحنا قاعدة كل ذيناب من السبع يفترس بهذا الناب كالأسدي والنمير والفهدي والذئب والثعلبي والدبي والكلبي والقردي الذي يأكل اللحم والنمس والهرة محرم لا يجوز أكله لو جئت أنت إلى عرف ناس فقالوا لك يا أخي هذا القرد لا يأكل ما يأكل اللحم هذا جالس فوق الشجرة هناك يأكل إيش فواكه أو خضار أو لحاء الشجر أو شيء ونحن نأكله فهنا تقول إيش ليس بس لأنه ما جاء النص في تحريم القرود وقس عليها حتى الفيلة قس على كل الحيوانات في الغابة ما الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذيناب عن أكل كل ذيناب من السبع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذيناب من السبع واضح يا مشاه من السبع لأنه في حيوانات قد يأكل لها ناب طيب الأنياب التي في البحر لا جائزة سمك القرش يأكل لحم ولديه أنياب لكنه جائز ما جعل التحريم بالحيوانات البحرية التاسع عشر كل ذي نخلب من الطير يصيد به كل ذي نخلب من الطير يصيد به كالصقر والعقاب والبومة فعني بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عليه السلام عن كل ذيناب من السبع مكرر وعن كل ذي نخلب من الطير الأول في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم ليش الآن الزيادة هذه وكل ذي مخلب من الطير شايفينا هذه الزيادة إذا كانت الزيادة من ابن عباس ماذا نسميها مدرج مدرج يعني أدرجه الصحابي وهل نعمل به أم لا نعمل به مش واجبا نعمل به إلا إذا اتفق كل الصحابة على الموافقة أما إذا ما وافقوا الصحابي الذي أدرج هذه الزيادة فما تعتبره واجبة شرعا إنما من المدرجات أما إذا ثبت أنه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فيجب العمل به أولا لا طيب أنا كطالب علم كيف يفرق بين أنه مدرج من الصحابي أم من قول النبي عليه الصلاة والسلام الله يستطيع عليك من أحاديث أخرى من روايات أخرى تأتي لصحابة أخر وهنا قد لا يشترط في هذه الأحاديث التي تكون شواهد أو تكون دائمة لهذا الحديث الصحيح أن تكون صحيحة يعني مش لازم هذه الأحاديث الأخرى أن تكون صحيحة حتى تدعم وتصحب لهذا الحديث فلعندي هذا الحديث صحيح إلا أني إيش أستدل بهذه الأحاديث الأخرى لكي تقوي هذا الحديث رقم 20 ما يأكل الجيف من الحيوانات وهذا عام لأنه جاء النهي عن من يأكل الجيف من الحيوانات كالنسق لو تعرفوا طائر أكبر من الصقر ضخم جدا وهو يأكل الجيف وهو من النعم الموجودة في الجبال أو في القرى لأنه ما عندهم أماكن يعني يتلف بقرة مثلا تكون ماتت هلكت فيأتي النسر سبحان الله يعني بعد يوم قبل أن تتعفن يعني هذا ما ذكره لي أصحاب القرى فيجتمعوا خلال ساعة أو ساعتين فلا يبقون منها إلا باقي العظام وفي الليل يعني يكمله دواب الأرض وهذا إذا تركت البقرة مثلا قد تتسبب لهم بروايح كريها وتؤذيهم كيف ينقلوها كيف يتلفوها وإذا أحرقوها يعني شيء متعب فكالنسر وهو طائر جارح يأكل الجيف والرخم والجلالة ما هي الجلالة يا مشايخ؟ الجلالة هي البهيمة من بقر أو غنم أو جمل أو دجاج أو أي شيء نأكله يعني مباح إلا أن رائيها أو خيل إلا أن صاحبها لاحظ أنها تتغذى على ماذا؟ على النجاسات مش على القمامة قد تكون في بعض البهيم تتغذى على القمامة البلاستيك الخشب الورق هذه جائزة لا وجدها تتغذى على النجاسات مثال أجلكم الله مثلا روث أو يعني خارج من كلب أو من غيره تتغذى عليه وجدها لا تأكله إلا هو فكيف يتصرف معها؟ لا يجوز ذبحها ولا يجوز استخدام لبنها الاستفادة من لبنها لا يجوز طيب ماذا أفعل؟ الفقى رحمهم الله استدل على أنها ينظف جوفها بحبسها تحبس مثلا في زريب الوحدها ويعني تطعم هذا الطعام الجديد اللي هو العشب أو من كذا إلى أن ينظف جوفها ثم يجوز ذبحها حتى الدجاج إذا وجدنا الدجاج مثلا يعني ما يعطي إلا على النجاسات مفهوم النجاسات مثلا كانت تأتي على مكان تجري فيه النجاسات فلا تقف إلا عليه قد تأكله قد تستلذ بطعمه قد تعودت على أكله وهكذا فالجلالة المقصود بها هي البهيمة من البقر أو الغنم أو الجمل أو الدجاج أو الخيل هذه بس أمثلة أي شيء يجوز أكله إذا وجدته يأكل نجاسات فيأخذ حكم ماذا؟ الجلالة فيحرم أكلها وشرب لبنها والفقهاء أيضا اختلفوا في مسألة عرقها فإذا مثلا إنسان يركب خيل والخيل يأتي بعرق في الملابس وكذا لو كان جلالة هل يجوز استخدامه أو لا ألفقها في خلاف لكن والعلم عند الله أنه لا علاقة بالأكل بالعرق لا علاقة المقصود لأنه جاء النص بالطعام ويجوز أكلها إذا حبست عن أكل النجاسات حتى ينظف جوفها كأن تحبس عن أكل النجاسات شوفوا كأن مثال وليس ضابط ما في نص كأن تحبس عن أكل النجاسات ثلاثة أيام طبعا تجد في كتب الفقهاء من يحدد الأيام مثلا يأتي للدجاجة فيقول ثلاثة أيام للغنم خمسة عشر يوما للجمل ثلاثون يوما ما دليلهم؟ تجد تفقهم خبرتهم معرفتهم بحال البهائم هذه لكن نحن في حالنا ومهدينا عن هذه الأشياء قد لا ندرك فتكون أنت فطين يا طالب العلم في الإفتاء في الإجابة أنك دائما ترجع إلى العرف إلى أهل المعرفة أنت عندك القاعدة أن الجلال محرم أكلها طيب هو يسألك كيف أن نظفها فأنت كأنك تتعود عليه متى تعرف من خارجها مثلا إذا أكلت وتغيرك لا يمكن يقول لك بعد يوم يومين طيب من باب الإحتياط نخلي ثلاثة أربع أيام إلى أن يصف دمها ويتغير حتى يجوز أكلها فعني ابني عمر رضي الله عنهما قال نها النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها واضح يا مشيخ؟ إذا ما في؟ طيب لو واحد يا شيخ السامة قال لك من أين أتيت لنا بحبسها؟ في في الحديث حبسها؟ من أين أتيت به؟ أي اجتهاد أنت الآن تريد أن تخفف على الناس هي محرمة وقتش أكلها للنجاسات فمن ثقه كأن تريد أن تجعلها حلالا تعيدها إلى أصلها واضح يا مشايخ؟ طيب واحد وعشرون ما أمر الشارع بقتله؟ ما المقصود بكلمة الشارع؟ الكتاب والسنة الله سبحانه وتعالى سواء جاء في كتاب الله أو جاء على الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود بالشارع أي المشرح هو الذي يوجب ويحرم بقتله إذا جاءنا الأمر بقتل شيء إذا حرم أكله كيف استفهمت أنت هذا الشيء؟ لأنه لو تلاحظوا أن الله جعل لنا الأرض لنستفيد منها فما في شيء يذبح أو يقتل أو يهلك إلا لنأكله لكن إذا جاءت الشارع بالأمر بالقتل دون الأكل بالإراقة مثل الحمر الحمر الأهلية قتلت لكن الرسول والسلام أمر بإلقائها وإما فعندنا الحية الحية ستأتينا التي في الصحراء يعني في الخارج وكان بعض الصحابة رضوان الله عليم يتتبعها يعني ما تأتي تقول لا هذه من إيش حيوان ما لدخل فيه لا كان بعض الصحابة من وصية النبي عليه الصلاة بقتل الحية يقتلها لإذائها وفي سقها النوع الثاني عرفتش عن الحية في الصحراء طيب لأن هذه عندنا مشكلة فيهم طيب الثاني الحية في المساكن أي في المنازل ذات الخطان الأبيضان على الظهر في ثعابين تأتي أو حيات تأتي على أشكال متعددة الذي يأتي على خطان فيه نص ويسمى ذو الطفيتين ذو الطفيتين فعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بقتل ذو أو ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل يلتمس البصر قالوا أنه إدى التفاسير الصحابة فهموهم ما عندنا مشكلة في الصحابة المشكلة فينا نحن يعني في القرن الثاني الثائف بدأ الاجتهاد ما المقصود من أمر النبي عليه السلام فإنه يلتمس البصر قيل أنه من خبثه ينهش ويقذف السم على العين دائما تجدهم إما أن يقفز على العين لينهشها أو يقذف السم فيها يعني فيه من الذكاء ما يفعل ذلك مثل الأسد أو الذئب من أين يأتي للصيد من الراقبة سبحان الله وينحرها إلا الضبر فإنه ينحش الصيد من سائر جسده قد ينهش فخذه صدره بطنه حتى أنه يحب فتح الجوف قبل القتل لكن غالبا هذه اللي تتابعوها في الأشياء الوثائقية أن الأسد عندما يصيد يظل ماسك الحلق إلى أن يتأكد من الموت موت الفريسة فما كان من الحيات مؤذي إلى درجة أنه ينهش أو يلتمس البصر أو يصيب البصر بأذى وكذلك يصيب الحبل المرأة الحامل إذا رأتها لا تتفزع فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح بروايات أخرى أنه يصيب الحبل بالإصطاء بالإنزال فالرسول العسى السلام يقول مثل هذا اقتلوه الحية في المساكن ذات الخطان الأبيضان على الظهر وتسمى ذي الطفيتين هذه تقتل لا نتحدث نحن الآن مبحثون عن القتل لكن هل يجوز أكلها لا يجوز أكلها ليش؟ لأنه جاء الأمر بقتلها جاء الأمر بقتلها وكذلك الحية في المساكن مقطوعة أو قصيرة الذنب وتسمى الأبتر وتسمى الأبتر ما الدليل على ذلك؟ فعن أبي سالم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذى الطفيتين والأبتر لماذا؟ فإنهما يستسقطان الحبل الآن فهمتش عن يستسقطان ويلتمسان البصر هذا في صحيح مسلم الغراب الأبقى الغراب الأبقى ما المقصود بالأبقى؟ أي الذي في رأسه أو ظهره أو بطنه أو بعض بدنه ماذا؟ بياض هذا الغراب الأبقى ليش طيب حددت للأبقى؟ هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام سماه بالغراب الأبقى وهو مشهور عنده بما فيه بياض وكذلك الفأرة وكذلك الحداء والحداء هي طائر يعيش في الجزيرة ويعيش في المناطق التي يعني يكون فيها جبال لا يحب الناس ولا يحبوه الناس وكثير من السحر يستخدموا من ريشه أو من قاره أو من باقي جسده أعمال السحر وكذا وهو يتغذى على السرقة يحب الخطف لأي شيء لامع أو لأي شيء أحمر ولا يخاف من الإنسان كثيرا إلا إذا كنت أنت متنبه هو يعرف فيه من الذكاء مش ذكاء الصقر في الصيد فيه من الذكاء والخباث هذه الحداء أنه ينظر إذا ما أنت متنبه أو أنت صغير يخطف منك وكثير من أهل البادية من يحكوا لنا أنه قد يأتي يعني يعني يكون الأب يذبح فيعطي مثلا طفلته شيء يعني تلعب به لحمة أو كبدة أو أي شيء فقد يعني ينزل يخطفها من يدها وكثير منهم يعني يصيبهم البله أو السفه من الأطفال من الخوف أو من الفزع وكان من عادة بعض الشباب أنهم يبحثوا في الجبال عن عششهم لأنهم يسكنوا في أماكن حتى لو ذهبت إليها يعني تسقط تموت يعني فيهم من الذكاء والخباثة أنهم يبنوا عشهم لكي تهلك أنت أي واحد يصعد لهم ليهلك يعني في طريقة مثلا كذا على حافة أو شيء فلماذا يصعدوا الشباب هؤلاء ليجدوا الذهب لأنهم يسرقوا هم يخطفوا أي شيء اللامع ففيه بعض كانت من العادات مثل المنجم أنت تصعد تتنبش تشوف عادي أنت ورزق طيب يجوز أو لا ما يجوز 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 أنك تطلع إلى العش وتبحث مثلا لو واحد جاء عندما أماكن السباحة في على الشواطئ فيه ناس تسبح فلو جاء يعني وظل يبحث فوجد ساعات ملقاة ولا يعرف لها مالك فيجوز له أن يأخذها أو خواتب يعرفها يعرفها لكن ما أحد حيجي شيء لأن البحر يتحرك الشاطئ يحرك المياه طيب الحد إذن أعطيت أعطت نبذ عنها وغلبوا لو نهايتي على الهنية والسمار لو جاء الآن إنسان يريد أن يربيها يجوز له نحن لا نتكلم عن التربية لو الإنسان الآن ابنك أو أخوك جاء قال بربيها بربي هذا الغراب بربي حداء ربيها نحن نتكلم عن ماذا تحريم أكلها بعض المدارس الفقهية إذا حرم شيء حرموا كل شيء تبع له الاستفادة منه أي شيء بها فائد السلام لها للوجوب قتل للوجوب واللو قتلها بالنسبة أنا قتل بربي هنا للإرشاد مش للوجوب الوجوب الذي يعني أنك أنت يتيج وراها إذا جريت وراها وأنت متخصص بهذا الشيء طيب هو على العموم صحيح لكن لو جاء واحد يريد أن يربيها لهدف يمكن يكون فيها علاج للبيع لا لا يكون فيها علاج فللي البيع المهم نحن نتكلم الآن عن أكلها هل يجوز أكلها لا ما الدليل على ذلك فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمحت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس وهذه خمس جاءت بالتنوين صح ضم التنوين فقالوا لماذا لماذا رسول الله فهو عربي ينون نكرة فقالوا وكأنه يعني يعني اللي يسموه مبتدأ والخبر محذوف أو ليس بموجود وكأنه يقول لهم خمس يعني محرمات أو اقتلوهن فواسق يقتلن في الحل والحرم والمقصود بالحل ما كان خارج مكة والمدينة والحرم اللي هو مكة والمدينة مكة حرمها الله منذ أن خلق الخلايق ومدينة حرمها النبي عليه الصلاة السلام وقبل الله له ذلك فلا يجوز إيش فيجوز قتل هذه الخمسة في الحل والحرم الأول الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدياء فالنبي عليه الصلاة قال عنها الحدياء وإي لها أسماء كثيرة المصطلحات العرب أو الشعوب فهذه الخمسة فواسق أي مؤذيات أيوة لو جاء واحد ما المقصود بكلمة فواسق ما المقصود بكلمة فواسق أي مؤذيات وبعض الفقهاء قالوا لا مش الفقهاء بعض الذين فسروا كلمة فواسق فقالوا المقصود بكلمة فواسق أنها خرجت عن عادتها لما يقول هذا فاسق الشيطان فاسق ولا مفاسق ليش فاسق لأنه خرج عن أمر ربه فقالوا أن هذه الخمسة خرجت عن عادات الحيوانات فليش تسرقي يعني أنت من الهدف من السرقة الفأر يعني فيه من خباثته لفسات يعني يأتي مثلا على القامح أو على الشي يقطعه أو يزيل ما يعني ما يكون عليه من رباط أو شي يعني يكب أو يسكب أو شي من هذا فهذه الخمسة فواسق أي مؤذيات الحل وأفرم أنا أفرم من هذا في حالة الأخرام أو في غير حالة الأخرام يعني يقتلنا حتى لو أنا طيب يعني أنت تقصد الحل والحرم طيب وما المعنى وانت لو ما تكون محلم حتكون في مكة والمدينة نراجع بس هذا اللي أذكر الحل والحرم المقصول به الأرض داخل في بعض لا المدينة مش لازل بسنا اللي يعرف المكان لأنه يتكلم عن مكانها الله فهذه الخمس فواسق أي مؤذيات وتسمى فواسق لماذا لخروج عن حكم الحيوان بالأمر بقتلها في الحل والحرم وأيضا لأنها خرجت عن عادات ماذا الحيوانات أنها تفرن الإنسان ما تؤذي عادة الحيوان لش يؤذيك إلا أن الرسول ذكر أن الحيوانات هذه أنها تصول أي تهاجم لكن هذا من النوادر إن لهذه البهائم أوابد أوابد الوعش يعني الجمل أو الفجأ يعصب أو يزعل أو يهاجم يضارب يقاتل مثل القروف أو التيس الديك قد يهاجم يعني يبدأ يهاجم فجأ هكذا المزعلان على فراخه أو شيئا طيب الكلب العقور هو الكلب المفترس الذي يتعد على الناس ولو تلاحظوا مفهوم أنه في كلاب قد تكون قمامة أو تمشي بجوارك أو حولك أو شيئا لا تؤذيك لكن قد تكون بعض الكلاب لا تفترس تهجم تهجم على مثلا أن تحامل شيء معك طفل صغير قد تجري خلفه يعني مؤذيا وليس المراد هنا تخصيص الكلب العقور هذا من المدارس الفقهية مشايخ وإنما المراد كل مفترس مؤذي فلو جاء إنسان للراكون فقال أن الراكون يؤذيني يؤذي أبناي أو شيء في يقتل وكذلك ما نهى الشارع عن قتله الأول ما أمر الشارع بقتله الشارع أو الشرع وهنا ما أمر الأول ما نهى ما نهى الأول ما أمر إيش اللي أمر الحية غراب لبقى الحدع الحدع كلب العقور والفارع الآن هنا ما نهى الشارع عن قتله فنفس القاعد عندنا ما دام نهى الشارع عن قتله كيف ستأكله إذن هو محرم علينا إيش أكله فاهميني يا مشاكل كيف جات لأنه قد يأتي النص أنه مش لا تأكل لا تأكلها وإنما مثلا لا تقتلها فكيف طيب سأكلها إذا ماتت طيب أصبحت ميتة لا يجوز لي أن أكلها وهو الهدهد والنحل والصرد والصرد هو طائر أكبر من العصفور يتغذى على الحيات والعصافير والحشرات ووجد مشايخ أنه فيه في المقاطع لو واحد بحث فيه من أهل البادي أمن يميزه لك يعني يقول لك هذا الصرد بعرف أهل البادي ويتغذى على الحشرات وكان العرب يتشاؤمون به ويتطيرون بصوته ماذا عن يتطير كان من عادة العرب وهي قد تكون موجودة في بعض الأهل البادي أنه يكون مثلا ماشي مسافر أو شيء فإذا رأى رجلا أعرج أو سيارة إطارها مثلا ما يوجد فيها هواء أو تعطلت الرحلة ويتشاؤم يقول لك خلاص خلاص كنسل اليوم أو لا أريد أو لن أتقدم بكذا لو هو رايح لخطبة يترك الخطبة لو هو رايح للشراء يترك الشراء وهذا جعل الشرع يعني يحذر منه لأنه من عادات غير المسلمين الأيام والدهر والأوقات والمقادير كلها بيدي الله أنت تستخرين لا تقدم مش إذا شفت شيء سيء أو شيء ما يناسبك أو تكدر يومك بشيء يعني هذا يدل على التشاؤم ما تريد أن تمضي فيما أنت فيه لا يشكريه فكان العرب يتشامون بيشي بصوتي بومة بصوتي سرد بأن يروا شيئا يعني مستقذرا مستقبحا فالعرب كانوا يعني إذا شافوا السرد هذا يتشامون سواء سمعوه أو رأوه فعني بن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد واضح يا مشايخ طيب ليش يا شيخ عماد ليش يا شيخ عمار يا شيخ كذا هذا شر نهى عنه حال المدارس الفقهية يعني ما بيّنت لماذا يعني ما ذكرت العلة إلا أيام زمان قوة العلم وكثرة المدارس وكثرة النوابغ وتفرغ المسلمين للعلم وكذا بدأوا يعني يذكروا كل حشرة وكل حيوان لمن رسول حرمه من بابش الإجتهاد وذا تجدها كثير في 20-30 صفحة ممكن يشرح لك لماذا حرمت النملة والنحلة والهدهد ويبدأ يفصل لك الهدهد أنه طائر أقرب للخير وللذكر الله ولأنه مقدس ويأتيك بشية وتأتي في كتب أخرى يقول لا لأنه نتن فإذا ما قتل أو يعني مات أنتنى بسرعة فأصله النتان وهذه كله مش في الشريعة هذه من باب المدارس اجتهدت فإذا ابتليت أحد يسألك فأنت ترده إلى ماذا بالنص لا ترده للعلة لأن العلة قد تختلف من مدرسة إلى أخرى وتورط فإذا بك إما أن تهمل الحكم الشرعي بسبب التركيز على العلة والسبب وكلام إحنا أخذنا أنه ما نهي عن قتله كيف ستأكله لا 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 الفقهاء فهموا من أي شيء جاء الأمر بقتله أو جاء النهي عن قتله أنه محرم أنه محرم طيب عندنا النملة النملة الحشرة الصغيرة التي تجري وتجد في بعض الكتب الفقهية يفصل في النملة النافعة الضارة ذات القوائم الطويلة داخل البيت خارج البيت لكن عندنا النص أن النمل يحرم أكله يحرم أكله فعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا أعطيكم هذه القواعد حتى ترتاح أن التفصيل هذا قد تأتي إلى قوم دون قوم يعني الله حلل لك كل شيء ما جاءت إلا النمل وإلا واحد يزرع نحل عشان يأكل فعن عبد الله من مسعود رضي الله عنهما سمعت أنتم المسائل الجديدة اللي الآن جات أنتم الآن نحضر بالزوم صح أو لا هل الآن اللي حاضرين في الزوم معنا كأنهم موجودين أو لم كانهم موجودين وهل من حضر في مجلس القضاء يثبت حضوره يعني لو في الآن مدعي ومدعي عليه والمدعي حضر بالزوم والمدعي عليه حضر بالزوم والقاضي بالزوم يثبت إلا ما يثبت إذن إحنا الآن أثبتنا أن الزوم حضور ولا مو حضور حضور فالآن في دندنا على أنه لماذا لا نثبت الحج بالزوم هذه الآن هذه الآن موجودة وهذا يؤكد في المكان يبطي تعمل وهذه يا شيخ المشايخ تؤكد أن الأمة يعني في أخر زمانها تأتيك الفتن وتأتيك الخلافات وما تستطيع أيش أنك تتوه ما تدري إيش الحق وإيش الباطن فلذلك كل ما تمسكت سألت الله أنه يعطيك من الحق ويعطيك التوفيق لإقامة الحق أنت على خير فعندنا النملة يا مشايخ كنا ما الدليل على ذلك فان عبد الله بمسعود رضي الله عنه قال وهذه لاحظ أن الصحابة رضوان الله عليهم قد يحدث أخطاء في الشريعة تأتي في وقت الخطأ يعني يكون الرسول والسلام ما علم الصحابة قبلا يعني شوف كل ما تعلمت في كتب السنة في القرآن في الأحكام الشرعية تعرف أن الأحكام الشرعية قد تأتي في وقتها فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته حاجته مرت معنا في كتب الطهارة وهي إيش قضاء حاجته ومن السنة في قضاء الحاجة في الصحراء أو في البر ماذا الإبعاد أنه يبتعد عنهم فابتعد عليه الصلاة والسلام عنهم لقضاء حاجته فرأينا حمرة حمرة عصفور صغير معها فرخان يعني فراخ والفراخ صغارها يعني فأخذنا فرخيها يلعبوا من باب اللعب هم أهل بادي هذا شغلهم ماذا يلعبوا في زمن نحن نلعب بالجوال فهم هذا شغلهم فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة بعد ما جاء النبي السلام طبعا هذه الرواية في سنة بداود لكن تجد في رواية تشرح هذه الواقع فجاءت هذه الحمرة فجعلت تعرش يعني تنطنط أو تنفر جناحيها يعني كن منفزع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها فردوا ولدها إليها طبعا الصحابة قالوا نحن نلعب يعني لا لا ردوا أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يردوا لها ولديها أو ولدها ورأى قرية النبي عليه الصلاة والسلام ورأى قرية من النمل هذا الشاهد نحن منا ندخل في الحمرة إلا هم لو قالوا نريد أن نأكلها لأجاز لهم عليه الصلاة والسلام ورأى قرية نملين قد حرقناها فقال النبي عليه الصلاة والسلام من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار فالشاهد عندنا إيش أنه لا يجد قتل النمل سواء مؤذي غير مؤذي إلا إذا كان يؤذيك في البيت أي حشرة من هذه الأمور نحلة حتى نملة تؤذيك داخل بيتك فإن لك الحق إيش أنت تدفعها بأخفض أضرار يعني إذا استطعت أنت تخرجها في مبيد يخرجها أو طارد يعني طارد للرائحة فاستخدمه أفضل من إهلاكها بالحرق أو شيء لكن إذا ما تروح إلا بالحرق فهذا هو طيب الحية الساكنة في البيوت لاحظوا عندنا هناك الأمر بالقتل إيش للحية في الصحراء الحية ذات الطفيتين أو الأبتر الآن هنا الأكس جاء الأمر بترك الحية الساكنة في البيوت إلا إذا جاء إنسان من شدة فزعية قال والله هي خوفتني أو هي عاذتني أو هي شيء وأنا مضطر لقتلها يعني هي قاتلني الآن حتى تمشي لي أنت النص أنه لا تقتلها يعني على عادات الناس لكن قد نستقبح نحن الآن لو قلت لكم تركها كيف ترك أنا يدو حصلتها لا بالعكس والله تروح تقرس الأولاد ولا تروح تؤذيهم لكن مما وجدت يا مشاعر من أهلي البادية لما سألته كان قبل فترة واحد عنده سقف في بيتي في بادية وغير السقف فاضطر في تغيير السقف لشيل الحجارة وكذا ففي اليوم الثاني أو الثالث وإذا به بثعبات حية في البيت فمشى بالسنة أنه تركها الآن سيأتينا فتركها فذهبت ليش هي جاءته هو أخرب بيتها أو طريقها أو شيء فيما زادت تبحث عن طرق جديدة أو منافذ جديدة فالحية الساكنة في البيوت وتسمى عوامر البيوت محرم قتلها جاء الأمر بيعيش بتحريم قتلها نحن شاهدون من هذا الدرس أنه لا يجوز أكلها نحن مش مركزين بس ما دام جاءت على لمحرم قتلها جاءت روايات كثيرة أحببت ونريدها لكم من باب الفائدة فعن نافعين ابن عبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه كلم ابن عمر هذا كأنه بعد وفاة النبي فكأنه كلم ابن عمر رضي الله عنه ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد يعني كأنه بيت أبا لبابة ظهره للمسجد فكأنه طلب من ابن عمر أن يفتح له باب في مؤخرة المنزل حتى يكون قريبا من المسجد كبير يعني يسهل عليه الذهاب إلى المسجد فوجد الغلمة مع الحفر وال ترتيب الباب والتكسير فوجد الغلمة جلد جان ما المقصود بجلد جان جلد الحية وكأنه كان مشهور عندهم أن الحيات التي تعيش في البيوت تسمى جن فقال عبد الله بن عمر التمسوه فاقتلوه شوفوا لاحظ رأوا منه صحابي هذا عبد الله بن عمر من فوق هاي الصحابة ولا لا من فوق هاي الصحابة احنا أخذناها من فوق هاي الصحابة إلا أنه ما وصله النهي وإذا حتى بعد فات النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فوق كل ذي علم عليم إذا أنت متعصب يا شيخ عمر اللي رأي حتى إحنا كنا قرنا بالسن بالدراسة فقد آتي أنا ونبي أقول لك لا والله كلامك قد يكون خطأ فإذا بك أنت الذي تصحح لي ويكون كلامي أنا خطأ فعبد الله بن عمر قال ماذا التمسوه فاقتلوه يعني كأنه أمر الناس أو الصبع أو اللي يساعدوا التمسوه يعني يبحثوا عنه فاقتلوه فقال أبو لبابه لا تقتلوه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت نهى عن قتل الجنان التي في البيوت وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واضح يا مشايخ الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار يعني حتى وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفة والمرسلات عرفة فنحن نأخذها من فيه رطبة كان الآن يقرع علينا عليه الصلاة والسلام إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا يعني اختبعت استطعت أن تدخل فاختبعت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقاها الله شركم كما وقاكم شرها هذا فيه دليل على ماذا على قتل الحية فإذا أنا هنا غلطان هذا الحديث لا أنا غلطان مشهور طيب طيب نسمع أنا مخطي الحديث هذا المفروض ما أستدل به هنا المفروض أرفعه هنا في الحية التي في الصحراء هذا الصيام أنا أدلها لا في الغار في الغار نأخذها من هنا وعن عبد الله بن مسعود إلى هذا نشوف فائدة وعن أبي السعب المولى ابن أبي زور أنه دخل على عبد الله طيب نشيلها هنا طيب خاص مشاهد نرفعها فين هنا الحية التي فين الصحراء هي وعن سبحان الله هي اللي ما يؤدل مورد وعن أبي السعبي مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري هذه الآن قصة جاءت لأحد الصحابة اليوم بسعيد الخدري بعدها وفات النبي عليه الصلاة والسلام فعن أبي السعب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيتي قال فوجدته يصلي وفيه جواز دخول البيت بدون إذن نفس مالك البيت قد يكون أذن لك إذنا عاما أبو عمار وقت ما تجي إذا شفت الباب مردود أو ما إذا ادخل يجوز قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في أرجيني في ناحية البيت الأرجيني الذي يأتي زمان ما تتذكر الخشب الذي يأتي في البيت يأتي هكذا عروق عروق الخشب عواميد وليس يسموه عوارض ما شاء الله عليه فهذه العوارض من خشب وعادة الحيات قد تسكن في مثل هذه فسمعت تحريكا في عرجيني في ناحية البيت فالتفت فإذا هي حيا في داخل البيت ولا خارج البيت داخل البيت فوثبت لأقتلها ثبت على طول فزع لشان يقتلها فأشار إلي من هو من الصحابي سعيد الخدري رضي الله عنه أي نعم وهو يصلي ويجوز التحرب في الصلاة بما لا إيش يكون فاحشا أو يعني يشغل أو زيادة يعني مثلا فتح باب إشارة طيب والكلام أيضا يجوز الكلام بما فيه إيش تحذير تنادي الأم مثلا الطفلة بتدخل يد على المكوى أو شيء حار أو شيء ساخن فتنادي أو شيء من هذا القبيل أو ترفع بالتكبير أو بالتلاوة يعني تلفت النظر حتى لو صلات إيش أعين من سرية ترفع طيب فوثبت لي أقتلها فأشار إلي يعني إجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت يعني بلما انصرف من الصلاة انصرف أي قضى صلاته سعيد القدري رضي الله عنه أشار إلي يعني يعلمه إلى بيت في الدار شف بيت في الدار فمن خلال بحثي وجدت أنه يقصد مش في عهدنا نحن الآن اللي تسمى الغرفة غرفة في الدار ولكن كانه أشار إلى الشعي يعني بيت مستقل في داره لأنه أتوقع كان فيما مضى أنهم يجعلوا مثل الحوش الكبير ثم بعد ذلك تكون في بيوتات أحمن سمين لو قلت غرفة ستسيرزي مصطلح إن الآن غرفة لها أربع جدران لا تعنه دور وهو أضم موجودة في الصعيد على ما أذكر لكن موجودة في مالي موجودة في بلاد كثيرة وأهل الشام أنه يكون في حائط لأربع خمس بيوت قد يكون إخوة قد يكون الشركة قد يكون وكذا فسعيد الخدري أشار إليه إلى بيت في الدار قال له شايف البيت هذا فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس زواج يعني يوم يومين سبوع سبوعين الآن دوب متزوج أمس قبل أمس وهنا ما يهمني أنا تطالب علم ما يهمني إلا حدد لي اليوم هو يوم أمس أمس كان عرسه قبل يوم ما يهمني يهمني أنه حديث عهد بعرس قد يأتي الآن إنسان يقول إيش أنا عندي دوام مثلا زواجي ما يتعدى يوم يومين ويأتي زي دوامي يرجع دوامي مشغول وقد يأتي إنسان يقول لا أنه هو هذا اللي يسموه الشهر يقول لك أنا أخذ شهر إجازة أسافر مع زوجتي وكذا فيترجع إلى عرف الناس فنحن هنا نأخذها بإيش أنه كان في حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ماذا إلى الخندق فزوة فكان ذلك الفتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف في النهار يستأذن لماذا لأن الله ذكر عن الصحابة وإذا كانوا معه على أول جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله طيب كيف كان يستأذنه في النهار في وسط النهار لو قلنا وسط النهار اللي هي فترة الظهيرة بسوفهم زمان ما كانوا يستخدموا هذا الاشياء حتى لو تلاحظوا في قيام الليل يقولك في النصف الثاني من قيام الليل ليش يعني النصف الثاني يالنباب الفائدة أنك تأتي إلى الليل بالقلاصة يعني تأتي مثلا لو قلت المغرب الساعة ستة والفجر الساعة ستة هذا بس مثال سيكون كم 12 ساعة صح؟ طيب نصفه نصفه الساعة 12 في الليل اللي هي الستة ست ساعات فيكون الساعة 12 في الليل صح؟ فيقولك اقسم من 12 في الليل إلى ستة الفجر كم ساعة؟ ست ساعة فاقسمها على ثاثة أقسام ساعتين 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 فأي قيام أفضل فقالوا الساعتين الأول وليس تلاخيرة يعني كثير يفهم أن الساعتين تلاخيرة لا هي في الثلث الأخير من الليل يرجع ينام كان النبي عليه السلام يقوم الليل ثم ينام ويقوم قبل الفجر إما أن يوتر وإما أن يوصل لركعتين الفجر ويخرج للصلاة كله يجوز بس هذا اللي حسبوها هي على حسب المدارس اللي فهم طيب طيب فأنصاف النهار شوف بأنصاف النهار أنه لو جعلنا كأنه يقصد إذا جعلنا شوف سبحان الله اللفظ يختلف عننا رغم أننا عرب أنه يجعل النهار نصفي فهو متى يمشي في نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني اللي هو الآن بالخلاص نحن نقول ليش لا الظهر النصف بس هم كانوا تعبيراتهم تختلف طيب ليش يا أخي تعلمنا أو ليش نهتم بهذه الأشياء لأنه قد تعتيك أشياء هذه تشرح لك هذه الألفاظ كيف تعرف ألفاظهم ما المقصود بأنصاف النهار أي آخر النصف الأول من اليوم وقبل النصف الثاني من اليوم بأنصاف النهار فيرجعوا إلى أهله طيب ليش هنا يرجع إلى أهله جاءت أيضا السنة تتذكروا في ثق الأسرة أن مسألة الزواج والعرس وكذا يكون الرجل والمرأة يعني يكرم بعضهما يفرح يؤسس الاتفاقات ويبنو كيف تكون الحياة يسأل بعض ما أهدافك ما أهدافك عشر سنوات قدام ماذا تريدي في الجنة والله أريد قصور هذه القصور حتى أتي كم نخلة تريدي أريد عشرة ملايين نخلة كم مرة تسبحي كم مرة تتصدقي بماذا ستتقربين إلى الله بي أنا باب للجنة لك فكيف ستدخلي وأنت باب للجنة أنا سأحسن إليك يعني أكرمك يعني إيش الشيء اللي يفرحك والله يفرحني أنك تجيب لي كل سبوع هدية أبشر مش لازم هدية كبيرة تكون هدية بسيطة أنا ما زلت أكرر لفقه الأسرة لأن هذا هو حياتنا إذا وجدت نفسك سعيد في حياتك ستسعد وستستطيع تطلب العلم مثل الطالب الذي يدرس في يحفظ القرآن يعني أي واحد منكم ما حفظ القرآن هو غلطته ليش ما تزوج وحده حافظه يقول تقرأ وتراجع أمسك المصحف راجع وأنت تراجع تراجع فإذا بك حافظ يعني ما شاء الله طيب فيرجع إلى أهله ليقضي حاجته ويقوم به خدمتها ويونس وحدتها فاستأذنه يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم قد عليك سلاحك وهذا طبعا الفقهاء يستدل على أن الأمير والمسؤول لا بد أن يحرص على ماذا على الأفراد والرعية وينتبه لهم مش بس يقول قد فيك أنت ليه ما عندك مخ أنت أنت ما تفكر ما تفهم إحنا عندنا مشاكل ما تفهم لا 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 ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الشيء أبدا وأقرب مثال من اللي كان يخدمه أنس أنس بن مالك اللي قال مضيته كم سنة وأنا أشتغل مع الرسول السلام ما سألني يوم أو ما نهرني أو ما عاتبني أو ما تكلم لشيء فعلته لما فعلته ولشيء لما فعله لما لم تفعله يعني تصورك أنه هو الملك هو سيد البيت خذ عليك سلاحك والسلاح هو ما يستخدم حال الحرب فإني أخشى عليك قريضة وهي قبيلة يهودية كانت موجودة في المدينة وكان في مشاكل بين الرسول السلام وبينهم فأخذ الرجل سلاحهم وهذه خدوها قاعدة يا مشاكل أي إنسان كبير ينصحك بشيء استجب لم يجي الشيخ وسامة ينصح أحد خد جكت اليوم برد لا تمشيها قل طيب أبشر ليش يعني استشرف بنصيحتي الأكبر منك والأكثر منك خبرة والله افعل كذا عبي بنزين من المكان الفنو ولو شيء من أمور الدنيا ما في مشكل واجب شرعا لا مواجب من باب الله التجربة كونك تكرم رأيه وأمره وتجله لأنه بعدين يراقبك شوف أنت سويت اللي قال لك عليه أو لا يشوف مقدار معزته عندك فأخذ الرجل سلاحهم ثم رجع فإذا امرأته بين البابين يعني خرجت بدون بدون إذنه وما أعطيته خبر ولم يوافق طائمة فأهوى إليها الرمح يعني وجه الرمح اللي كان آخذه على ناحيتها يعني إيش أنت تسوي ليش أنت خرجت أو ليش فيه ليطعنها به يعني صوبه تجاهها لمفاهم ومعارف قد يستخدم هذا الحديث في الطعن في الإسلام تقول لك شوف الرجل بيقتل المرأة بيطعنها لا ليطعنها بيشوف وكيف سعيد الخدري كأنه يقول أو راوي الحديث منه من الراوي اللي يحكي سعيد نفسه الله هو أكبر كأنه يشير إليها يعني كان يبيط عني هو ما طعنك هو بس إيش كأنه أشار أو يبيصدمني إحنا الآن في اللغة ما نقول لك يبيصدمني يا أخي ما صدمك إلا كان يبيصدمني كان يعني وجه السيارة وجه الشيء تجاهك طيب ليطعنها به وأصابته غيرة هنا سعيد يعني كأنه يوضح الغيرة هيجان في الدم غير الغضب الغضب يعني الغيرة لا يعطي يعني إنسان ينفعل فجأة ما هو داري ليش كده مشاعر تتغير يعصب بس هو تعصيب مو غضب الميم هيجان يأتي هيجان هذا الهيجان يأتي للمرأة أكثر للرجل للرجل أكثر ولذلك لا يقبل إيش الرجل التعدد للمرأة تقبل تزعل بس شوية كتير لكن تتحمل ترجع تفكر تقول لك صاحب الله إنه هذا اللي سوى أحسن شيء طيب وأصبته غيره هذا بالاستقرار إذا أنتم تريدوا هذا الشيء فخذوه أي مرأة تزوج زوجها تغضب في الفترة الأولى لكن بعد ذلك لا إذا هو أحسن العدل بينهم وكان حكيماً في مسألة العدل ومحكامة مسألة إدارة البيتين هي ترتاح والله ترجع تقول أنت قلت سمعت وحدة معددة لها سنوات ثم طلبت الطلاق والخلح لا هي بس في البداية علامة لكن بعد ذلك إذا شافت لا والله بالعكس هذا ريحني بدأت نفسية تهدأ بدأ نفسية يعني مش لازم إلا كل يوم عندي مش لازم كل يوم يعني يقهرني ولا كل الرد علي تعرف تقول لك طيب وأصبته غيره فقالت له أكفف عليك رمحك يعني رد الرمح لا توجه علي وهذا فيه طبعا دليل بعدين إذا ربي أراد أن نأخذ أنه ما يجوز الإشارة بسلاح على مسلم أو على إنسان ما يجوز أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتضمها بي يعني جراحها أو قتلها أو يعني أهلكها ثم خرج يعني كأنه أخذ الزحبان والحية هذه معه وهي منقى فركز الرمح في الدار فاضطربت عليه وهذه هي من حركاتها شفتوا فيها خبث يعني نطت عليه فنهشته وأصابته بالسم فاضطربت عليه سعيد يقول فما يدرى طبعا أدركون الناس وقتلوها أو وجدوها حتى ميت هي في آخر يعني إزحاقها لروحها نهشته يعني بالسم فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتا هذه كل القصة إحنا ما الذي يهمنا يهمنا قال فجئنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا أدعو الله يحييه لنا أدعو الله يحييه لنا عش نفهم نفهم بالدليل بالاستقرار بالفهم أن دعوة النبي السلام كانت مستجابة وكانت هناك معجزات إحنا ما رأيناها لأنه مش موجود معنا موجود معنا القرآن معجز لكن ما كان أمامنا مثلا المياه تتدفق من يديه صلى الله عليه وسلم ما كان أنه يعقل شيء ويبارك إلى ثلاثمائة أربعمائة رجل وهم جيعاني أشياء كثيرة يعني ما ما رأيناه والتسبيح وغيره فقالوا له أدعو الله يحييه لنا هل يستنكره لا ما قال لهم لا ليش تطلبوني شيء مبيراتي مو بقدرتي لا فقال استغفروا لصاحبكم يعني الأولى أن نستغفر لصاحبكم يعني نسأل الله له التثبيت والتوفير في آخرته وهنا الدليل يا مشايخ أنه قد يكون من الخير للإنسان الوفاة يعني لا يحزن إنسان على موت قريب الله أمه ابنته صح القلب يحزن لكن قد يكون خيراً له قد يكون يعني ماتوا هم أهدي ماتوا هم ثبت ماتا على خير ماتا لجنة سبقك لها ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جناً قد أسلموا هذه بعض الفقهة استفادوا أن قتل الحية محرم في المدينة دون غيرها بعض المدارس الفقهية برواية بهذا إن بالمدينة فقالوا لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في المدينة والجن هؤلاء الذين أسلموا جوا سكنوا فيه في المدينة فكان الرسول أعطاهم الأمان طيب هذا كله ما ذكر الرسول أنتم فين تستنتجوا فما تستنتج شيء الرسول ما ذكر فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه فآذنوا يعني أطلبوا منه الانصراف وأنه إن آذاكم فإنه قد فسق وتعذى بأي لغة بأي لهجة مفادة مثل الآن أنا يا شيخنا أنت تزعيني فأجي يقول لك يا أخي إما أن تحترم المجلس وإما لا تجي هذا هو الإذن لفظ هذا مثال آخر إنسان يؤذيني في الموقف فأجي أقول له إما أنك تحترم نفسك وتوقف في موقفك ولا سأبلغ ولا أشتكي ولا أشل السيارة أو شيء هذا إذن يعني كأني أذن له بالدخول أذنه بالانصراف فإما أنت أيها الحيوان أن تمتنع عني وعن إيذاعي وعن البقاء هنا طيب قد يأتي إنسان فيقول لي ليش هذا الكلام كله لأنه غالبا الحيات ما يسكن في المنازل إحنا خلينا فالأسد يسكن في المنازل ما يسكن فكونك تجد حية في المنزل إذن هذا شيء غريب يعني شيء مش وارد فأنت تؤذنها حتى تذهب فإذا ذهبت الحمد لله إذا لم تذهب بعد ثلاثة أيام يجوز لك قتلها يجوز لك قتلها لأنها مؤذية تعتبر مؤذية وجاء في بعض الروايات إنه شيطان لماذا لأنه شيطان ما نستطيع لنقول هذا هو الشيطان نمسكه ونقتله وإنما المقصد إيش أنه خرج شيطان يعني كأنه فسق خرج عن الأمر المفروض ما يسكن مع الإنسان أو ما يؤذي فكونه مسكن وأنت صبرت عليه ثلاثة أيام وهو ما زال فيجوز لك قتله قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم يعني ظهر لكم مرة ثانية بعد الثلاث طبعا قد يظهر اليوم الأول قد يظهر اليوم الثاني تقتله لا ما تقتله لكن إذا جايب إذيك إلا تقتله ما تقول الرسول السلام عندي حديث أنه سعيد الخطر يقول لي لا تقتله لا هو إذا ظهر إذا ظهر مثلا في مكان أو شيء آذنته أترك هذا المكان فإذا جيت بعد ثلاثة أيام أو ظهر لك اليوم الثاني بعيد اليوم الثلاثة يعني لا تقصده لا تقصده بالقتل إذا انصرف يتركه إذا ما انصرف بعد ثالث يوم فاقتله وهنا جاءت الشريعة بالأمر بالعدة إحنا أخذنا في ثقه العسرة العدة وإلا ما أخذناها وإن أيضا العدة بثلاثة أيام إذن فيه أشياء معتبرة في الشرع بالأيام ولذلك يا مشايخ من قال بالجلال منذكرين الأول حبسها ثلاثة أيام بهذا أنه جاء في الشريعة معتبر الثلاثة السبعة أنه سبعة أيام من أسبوع سبعة سماوات خلق الله سبع أراضين وهكذا فالأمر بقتل الحيات إذن القاعدة الأمر بقتل الحيات كلها إلا عوامر البيت فلا تقتل إلا بعد الإنذار بثلاثة أيام إلا إن تعدت وآذت واضح يا مشايخ ما أكون ساذج يعني شوفها بجوار طفل أو بجوار بهيمة أو بجوار قطة أو شيء ستلدغها أو تنهشها وقول الله هي الرسول السلام أمرني بعدم قتلها واضح يا مشايخ طيب الوزغ الوزغ هذه سحلية مشهورة ومعروفة تسكن في البيوت هي المشكلة تسكن في البيوت ألا لا لكنها مؤذية مؤذية سواء بالمرض بالنقل بنقل النجاسات وهكذا وهي كالسحالي ولها أسماء عديدة كأبو بريس أو البرس أو الضاطور أو المؤذيات وهي من المؤذيات وهي تسكن في المنازل ليش هنا أنت كطالب علم كيف هنا تأخذ القاعدة هذه الضابط هذه أنه مش لازم أنت تقتلها في الخارج لا لا حتى وهي في البيت تقتلها يعني تقتلها في البيت أو في الخارج شوف أكثر الحية الحية لا فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا قيل هذا تصطير استحقار ليش فويسق تؤذي تتنقل في الأطعم تنقل الأمراض وهكذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك هاي شيخ خشام في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تأتي بالعدد مئة حسنة ألف ألف حسنة اعلموا أنه ليس مقصود منها الآن ما شاء الله واحد محاسب يقول لك مئة وكم في سنتات في هلالات مئة مئة لا هو المقصود المبالغة مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في في الجماعة أفضل من صلاته في الفذ بسبعين وعشرين درجة أنت مش مقصود سبع وعشرين أنك تجي تفهم أنه سبع وعشرين لا المبالغة حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا أعليفون حرف ولا منحرف أنه يحتسب على الله أنه عشرة حسنات في كل حرف فكانه يقصد أنه يش ترى أجرك كبير زيادة ولو تجدوا بالتتبع يا مشايخ أنه أصلا العرب ما كانوا يعدوا وأكبر ما يهتموا بالعدد وأنه عندهم علم الحساب إلا ما يهتموا بالعدد وأكبر عدد عندهم ألف ألف خلاص إيش عدتبه ألف ألف اللي هي المليون الآن إيش عدتبه أنت خلاص إيش عدتبه أكثر من كده كم حتعيش ولا كم كده لا تموت إيش تبدعود تموت ووجدت ناس جاءهم الله خير يشتروا هذا الشيء سموه مثل البندقية لكن إيش سكتون إحنا سميه مثل البندقية لكن يخرج إيش حبيبات صغيرة قاتلة يعني يتصيدها بالعكس هذا الصيد وتعلم أبنائك عليها إذن بندقية أو الشي يجوز قتلها آخر شيء ما شيخه قبل الأخير عشان الوقت ما تولد انتبهوا ما تولد من المباح أو الممنوع ما تولد أنتم الآن أخذت الممنوعات فهذا تولد من مباح وممنوع كالبغل فهو متولد من الحصان أو الحمار سواء كان أبوه حصانا أو حمارا يعني سواء قلت أن الأم الحصان الفرسة أو شيء إلا أن المقصود إيش البغل الذي يأتي نتيجة الحمار والخيل محرم فبليش حرمناه للحمار والحمار محرم فالبغل حرم بسبب النعيش أصل أحد والديه حمارا الثاني والحمار الحمار أنا حرمت الحمار طيب الثاني كالحمار المتولد شوف رعدنا الحمار مرة ثانية كالحمار المتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي فهذا كالمتولد أيضا بين الحمار الأهلي والوحشي سواء كذا كذا أو كذا كالحمار المتولد بين الوحشي والأهلي كالحمار المتولد بين الحمار الوحشي والأهلي وقس عليها مشايخ حتى في ما استحضرت للحمار الله أعلم هل في أمثلة أخرى في الحيوانات متولد بين تحليم وتحليل ما ممكن يأتي طيب لأن هذا مش فقه هذا في علم الحيوانات شيء محرم من مختلف ما عندي مثال طيب اللي عنده يحب الحيوانات يأتينا إيش الشيء المتولد بين الوحشي والأهلي طيب كذلك السبع المتولد بين الضبع والذئب الضبع سيأتينا أنه جائز الضبع حيوان مفترس يأكل اللحم وقد يأكل الجيف أغلب أكله في الجيف أو في الصيد لكن جاء النص بماذا بأنه مباح الضبع الضبع سيأتينا في المباحات بس إيش الشاهد بعض المدارس الفقهية بدأوا يقولوا لا 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 يوجد فيه ناب إنما هو عنده طواحل ما نجده طواحل بغض النظر عن العلة نحن نمشي بالنص ما دام أن الرسول السلام أحله فنحن نقول بحليته بغض النظر يأكل لحم ما يأكل لحم يأكل جيف ما يأكل جيف فهو حلال وجدت بعض أهل البادية يستخدمونه كأجلكم الله كالكلب مديلاً للكلب سواء في الصيد يستخدمونه في الصيد أو في المادريس ويقولوا أنه أحد العرب كان في البادية فكانوا يريدوا أن يقتلوا ضبعاً مؤذي فرادوا أن يقتلوا فالدخل على بيته أو خيمته أو شيء ودخل في مجلسه وسكن فالناس صاحوا به يلا نقتلوا نقتلوا فواحد وأحمق وغبيه ويكره رأي البيت قال له كيف تقتلوا واستنجدت بك ودخلت بيتك ومجلسك فقال والله ما تقربوها والله لا أذبحكم هذه في بيت ما فقالوا خذين نقتل قال لا فتركوه وذهبوا وخلاه ولا أعرف يتحكم فيها ولا يتصرف فيها فلما نجوه الصباح وجدوا مأكود وجدوا إيش مقتول قتلته فهذه لا تأمنها هذه لا تأمنها على العموم سواء كان أبوه الذئب أم الضبع ما لنا دخل وغض النظر ما تولد منهما من الضبع والذئب الذئب محرم ولا مو محرم محرم مر معنا طيب والضبع مجاز حلال يعني حلال أكله فما تولد منهما حرم أكله إذن عندنا إيش القاعدة يا مشايخ ما تولد من مباح أو ممنوع فهذا طيب آخر شيء مشايخ وهذا اللي تعبت في الأدلة فسأل الحمد لله جبت أنه ما يجوز نأكل بعض الإنسان ما يجوز يأكل الإنسان سواء حيا أو ميتة إلا أن الميتة جائزها في حال الضرورة عموما حتى أن الفقهاء قالوا في الضرورة لا قدر الله في الضرورة وابتلي يعني مثلا إنسان حبس في بئر مع صديقه أو شيء هو مع كلب أو شيء والعياذ بالله فإذا ماتوا جميعا بقي هذا الإنسان بس واحد وماتوا هذا الكلب والإنسان ومرة محتاجة أنه يع personas الجوع يعني يبدأ في ماذا في الكلب ولا يبدأ في الإنسان يبدأ في الكلب لماذا لحرمة الإنسان ما الدليل على تحريمه بعض المدارس قالوا أنه معلوم من الدين بالضرورة ما يعني معلوم من الدين بالضرورة أي المفروض كل المسلمين يعلموا أن الإنسان لا يجوز التعدي عليه لا يجوز يعني تتشحاك شو تقول والله ما شاء الله انت مشوي ولا مقلي ولا ما يجوز لا يجوز هذا نعم كلهم محرم في الإنسانية محرم لكن في المحرمية المسلم أشد أشد في الكرامة فقد أكرم الله الإنسان قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم هنا الآن لما تقول كرمنا بني آدم هل لا علاقة بالطبخ وبالأكل مفهوم آخر أنه ما عده الله لحمه ما عده للأكل شوف كيف فالله جعل لهذا الإنسان بالتكريم هذا بهائم وسمك وحيوانات يأكلها وحيوانات لا يأكلها فهو يأتي يبحث عن الحيوانات المحرم اللي يسأل عنها وحملناهم في البر والبحر شوفوا سبحان الله من العجائب إن الله جعلك شوف انت فكر الأسد ترى أقوى مني ومنك صح؟ ما يستطيع يسبح وإذا سبح فترة بسيطة وأنت الله كرمك شوف خلاك تمشي وحملناهم شوفوا الله لو واحد استفكر في القرآن أن الله أكرمك بيش أكرمك زي ما ما كنت شيئا أنت لكن جعلك ملك البر وملك البحر ورزقناهم من الطيبات كل الطيبات لك وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة طبعا هذا الشيء معلوم لكن من باب التذكير الله يجي لكم ألا تروا البهائم لا تعرف تختني في أي مكان قد يعني يكون في معاشر أو جماعة أو شيء من هذا في الشارع والله أكرمنا بالعقد نستر أنفسنا ننتقي ألفاظنا نلتقي ملابسنا في حديثنا نرتقي فيك علاقاتنا وفي كذا الإنسان ما يكون فيه طريقة الحيوان يبتعد كرمه الله وبالذات طالب العلم ولا لا بالذات طالب العلم إذا الله أعطاك من العلم والقرآن تستطيع تقرأ تنتقي من كلماتك تنتقي من أفعالك وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا طيب إيش هذا هذا يعني لو إنسان يبقى يحمل يبتلي مثلا بحمل الأموات أو بغسيل الأموات فإنه يتق الله في مراعة إيش أعضائهم ما يأتي يقول والله وميت إيش دراء أو يبا يحمل لا جاء التحريم جاء محرمية هذا العظم أو هذا الميت كحرمته ماذا حي فإذا كانت فقط هذه فما بالك بأكله كأن كسره حرام إذن كيف أكله وتقطيعه وسلخه فحرمة الحي آكد وأعظم من حرمة الميت إذن مراجعة سريعة المحرمات بداية الأول الحيوانات الضارة الثاني الحيوانات المستقدرة الثالث هم شايف الأول أي شيء الثاني المستقدرة الثالث أي الحيوان مرة معنا اللي هي كله دوناب من السباح الحمر الأهلية ممتاز اللي هي المأمور بقتلي المنهي عن قتلي المأمور بقتلي المأمور بقتلي كل ذي مخلب من الطير بس لا فيه المتولد المتولد من المحرمات ما تعرفوا يعني يجاوبوا عنكم طيبة شخ شخ المتولد من الحلالي والمحرمات الشيخ حسام اللي أخذناه اليوم المحرمات وماكل السبعان تجيت بالتفصيل ماكل السبع ممتاز إيش كمان المخنقة النطيحة الموقودة الميتة بجعنا لكم الانسان ترى هذول الانسان الخنزير ممتاز الحية التي هي الموجودة بالتفصيل الحية فيه خطين هاي هذول خطين أيوه الغراب طيب هايش هايش الذي يحرم وقل كل ذيناب كل ذيناب من السبع الحيوانات النجسة ممتاز هاي شيخنا الابقع الغراب الابقع ممتاز هاي شيخ ايم الذي ممتاز الذي ذبح بدون تذكية الحيوانات التي ذبحت بدون تذكية اللي انتم جبتم مثلتها الهدهد الهدهد ممتاز ها النمل الجلالة ما شاء الله عليك شيخ اشرف الاشياء المحرمة مكلوة أي شي طب لا هو الخنزير ما شيخ سامعي كل ما يحرم قتلك كل ما يحرم قتلك ما شيخ الحمر الأهليين الصورة اللي هو الصورة لا تنسو اسمه الصورة ليش لا انسو اسمه لانه جاء بالنص انا كطالب علم لازم انتبه جاء بالنص طب كيف اعرفه انا ما اعرفه الان مسحق اهل البادي هم اللي يعرفون فلو تبحثوا الان يعني لو نستغل بعد ما طيب طيب ايش كمان اخذ شي النحل النحل او النمل طيب يا مشاهد هذا ما تأسر يا اعداد اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونلتقي ان شاء الله اللقاء القادم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الله وصحبه وسلم